بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ اليوم عاملة حلب مرة حلوة من حلب يأكلونه في اسمه المأمونية يأكلونه في الصباح مع الفطور يغمسون فيه الخبز ويأكلونه لأنه فيه قشطة وفيه جبنة وبعدين هو حالي زيادة شوي مرة لذيذ بصراحة أكلته في حلب في أوتيل وهنا جارتي عملته لي حلبية أنا عملت عدة وصفات كل واحدة من صديقة سورية تعطيني وصفة مختلفة قليلا هذه الوصفة مرة طيبة في صراحة وبعدين ما تأخذواها وقت يعني مرة سهل مقاديره قشطة جبنة أي نوع جبنة كوب كامل كاسة كاملة اللي نشرب فيها الموية سميد كاسين سكر خمس كاسات موية ماء خمس كاسات ثلاث ملاعق ماء زهر ثلاث ملاعق مليانة سمنة لازم السمنة تكون من نوع جيد طيبة ريحتها حلوة الزيت ما يمشي نذوب السكر مع الموية نقلب لما يذوب نحطه على النار يغلي وطفي عليه نسيح السمنة قصدي لما سيح السمنة ما خليها مرة تقدح بس السيح نحط له سميدة نقلب نقلب لما يصفر لونه ما يحمر تمام لا يصير لونه أصفر غامج نحط له الشيرة السابقة اللي عملناها بعدين نحط له ثلاث ملاعق مليانة ماء زهر وشايفين كيف يغلي؟ يغلي تمام بعدين نغطيه نخليه نص ساعة ينتفخ هو الحال ويستوي بعد نص ساعة نصخنه تمام ونغرفه نغرس فيه قطع القشطة ونرش فستق ناعم وفستق مجروش ونرشه بالقرفة لازم القرفة على الوجه والجبنة حوالينه وبس وألف عافية لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب تابعوني دايماً كل يوم في طبخات حلوة طبخات حلوة ومال